لكن اللي أنا عايز أقوله محدش يقولي أصل مصر مقصة ما كانش في حالته أو إن هو الفرقة دي قدراتها كده لأن ياما فرقة ما كانتش في حالتها وقدراتها كانت خفيفة ولكن حالة النادي الآلي ما كانتش كويسة الدرجة إنها يقدر يعمل مباراة مثل هذه إذن الأمر رهن قدراتك وربما أنت اللي قدمته صدرت إمكانية لقدرات المنافس تكلام مهم أولا بشمالس الحقيقة لإيه لأن الناس يقولك ما هو المقصة مش في يومه طب هو مين اللي خلاه مش في يومه عشان أنا في يومي الفريق اللي بيتفوق ويفرض حضوره بقوة في الملعب بيأثر على الآخر لأنه المقصة لو الآلي قل شوية أو ارتكب أخطاء المقصة أو أي منافس أي فريق حيركب وها تفوق فلا تبخسوا الناس أشياءهم مش معقولة عشان أنتم مش طيقين للأهلي إبداع بهذا الشكل لا أصل المقصة ضعيف لا أصل المقصة مش في يومه لا اللي خلاه مش في يومه تفوق الأهلي الكبير المطش ده لما تشوفه وتتفرج على مطش الأهلي والهلال في كاس العالم حتجد حتجد المسألة قريبة جدا في التناغم والتحرك هو إيه اللي أنا عمله بشور لك عليه شوف الشحات لما شاط اتحرك إزاي وتابع وضغط وخده كرة وعمل أسات وخد مكان عشان يستلموا كرة أو يوسع لزميله طب الجن بتاع زياد ليه كنت حريس أجيبه من نقطة السبات ناشئ زغير واقف في مكان بعيد يجري على مساحة محدش متخيل من سلاحة يحطوا كرة دي هنا ولكن تحركه يلهم السلاية إنه حطاله في الحتة دي فهو يجري واخد القرار وللعبه بالشكل ده إذن التحرك المباشر بكرة أو بدون كرة بيسهل للزميل إنه كمان يبدع تاني بص جاي منين شوف جري إزاي لماذا وضعها السلاية في هذا المكان لإدراكه إن هذا اللاعب الناشئ فكر وجري وخد مكان فيستحق هدي الباصل صحية كان ممكن يلعب على يمينه لوحد من الكبار أصحاب الخبرة وحسام حسن الحياة كمهاجم بدأ يدخل بشكل ياريت جمعنا برضو حتى في جن اللي تلغاله حسنًا حسنًا ترجمة نانسي قنقر